اشتركوا في القناة وقبيحه كقبيح الكلام غير أنه كلام باق سائر فذلك فضله على الكلام فلا حرج على الخطيم أن يستعمله إذا كان فيه موعظة وحكمة وعظة كما قال ابن الجوزي فإن من العوام من يعجبه حسن اللفظ ومنهم من يعجبه الإشارة ومنهم من ينقاد ببيت من الشعر وقد قال عليه الصلاة والسلام إن من الشعر حكمة رواه البخاري قال الشيخ العثيمين والضابط في الاستشهاد بالشعر في خطبة الجمعة أن لا يكثر منه وأن يكون مناسباً للموضوع للموضوع الخطبة وأن لا يكون من شعر من لا خير فيه من شعراء العصر أو غيرهم لأن في إنشاد شعري رفعة له وتغريراً للناس بالشعر فأحيناً لأن هناك شعراء ملاحدة وشعراء أبو العلاء المعري مثلاً وهناك شعراء فسق معروفين من أهل المجون هل يليق مثل يأتي خطبة الشعر لنزار القباني مثلاً فيه شعراء لكن ليسوا يعني ليس يتبعهم الغاوون هم أنفسهم غاوون فإذاً يختار يختار فيه هناك يعني قصائد زهديات مؤثرة مواعظ يوجد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر